سيناريو ولاية الجزيرة السودانية يكاد يتكرر في ولاية السنار ما دفع الجيش للاستنفار في هذه الولاية الاستراتيجية جغرافيا وتاريخيا قوات الدعم السريع بعد سيطرتها على ود مدني فتحت شهيتها على مناطق أخرى وفي عدة جبهات أحدثها جبهة نيالا في إقليم دارفور وأيضا ولاية سنار التي تجري بها معارك دارية وصلت حتى مصنع السكر الذي يبعد 15 كيلو مترا عن وسط المدينة عين قوات الدعم ممتدة أيضا إلى مدينة سنجا القريبة ولاية سنار الواقعة وسط السودان وتبعد عن الخرطوم بنحو 500 كيلو متر يسكن مدينتها نحو 160 ألف نسمة سنار ضاربة في القدم فهي مهد الحضارة السودانية القديمة وهي أكبر وأول مملكة عربية إسلامية في السودان بعد انهيار دولة الموحدين بالأندلس والمغرب بحسب المؤرخين على الأرض أفاد سكان المحليون للعربية بأن عمليات تحشيد عسكري تقوم بها قوات الدعم السريع شمال غرب ولاية سنار وسط البلاد لتعزيز مواقعها بينما يقوم الجيش بغارة جوية شبه يومية لم تحسم حتى الآن الوضع